السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار فيديو جديد معكم مزن المصر تحيات للكل المتابعين في هذا الفيديو هنتكلم عن زلزال قوي جدا منذ قليل ومجموعة من الزلازل في دولة العربية منذ دقائق وكل ده هنجيبوا لحضراتكم على الخريطة وبالمصدر واشياء تانية ولكن في بداية هذا الفيديو باشكر كل الناس على الدعم في الفترة اللي فاتت كل المتابعين الكرام وبدون تطويل كتير كل سنة وحضراتكم طيبين واجب مننا ان احنا في كل فيديو نقول يعني يعني كرم ربنا علينا وعلى قناة مساء الاخبار بمجهودات المتابعين ويعني كل الاشياء جميلة اللي بنشوفها والتعليقات اللي بنشوفها من حضراتكم كل عام وانتم بخير وان شاء الله يتحسن الوضع في العالم كله ولا يحدث إلا الخير للعرب وللعالم أجمع بإذن رب العالمين هنتكلم في هذا الفيديو عن أشياء تابعوا معانا للنهاية ولكن في البداية لا تنسوا الاستخفار والدعاء وذكر الله في التعليقات وكمان ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب عايزين نوصل الفيديو ده لو سمحته لألف لايك أو ألف إعجاب حتى يصل لأكبر عدد من إخواتنا العرب في كل حتة بإذنك يا رب وكمان اللي لسه ما اشتركش ونسي ينزل يدوس اشتراك من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات وده مهم جدا علشان الناس اللي كتبتلي في الفيديوهات السابقة إن ما بيجلهاش إشعارات اليوتيوب ساعات بيختار الفيديوهات مش بمزاجنا إحنا فمعرفش إذا كان جالكم إشعار ولا لا ولكن يعني اتأكد إن انت مفع على الجرس التنبيهات بإذن الله علشان يوصلك مننا كل جديد ويلا نبدأ بإذن رب العالمين طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ بالهزات الأرضية والزلازل اللي موجودة في الوقت الحالي وده آخر أبديت من تسعة ثواني بالزبط وهنشوف مع بعض إيه اللي بيحصل في الكرة الأرضية وفي العالم طيب الناس اللي بتقول فيه تشابه بيننا وبين بعض القنوات التانية أنا بس عايزكوا ترجعوا للتاريخ كده وبصوا على تاريخ القناة بتاعتنا بدأ بقالها قد إيه الحمد لله دلوقتي داخلين على خمس أو ست سنوات فالقناة بتاعتنا بقالها فترة فناس كتير بقيت تألدنا أو بتاخد مجهوداتنا وأنا قلت حزبي الله نعم الوكيل وفوضت أمري لرب العالمين علشان خاطر الناس اللي بتسرق مجهوداتنا ولكن هفضل كل صلاة أدعي وأقول حزبي الله نعم الوكيل في كل من يسرق مجهود قناة مساء الأخبار مش أقول غير كده علشان خاطر يعني هسيب رب العالمين هو اللي يجيب حقنا وده اختصارا لهذا الكون من ساعة واحدة في المملكة المتحدة أو في بريطانيا في هزة أرضية من ساعة قبل ما أكلم حضراتكم ده على حسب الخريطة الزلزلية وزي ما بقول أي موضوع أنا بجيبه أو غير يجيبه من غير مصدر ما تسمعهوش وعشان كده لما بتكلم عن هزة أرضية بشوفها على الخريطة بقول لحضراتكم هذه مجرد أنباء أنا بقولها لكن مش هتتأكد حتى لو أنا اللي أعيلها إلا لما بجيب مصدر الخبر في بعض الأشياء اللي بحذر منها زي اللي حصل في ألاسكا وتكلمت عنه وحصل بالفعل زلزال هناك ده بيبقى بعض الكلام اللي أنا يعني بتكلمه مع حضراتكم أو بعض التوقعات من خلال الهزة الأرضية اللي بتحصل في العالم فاحنا بنبدأ ننبه من 38 دقيقة حصل أيضا هزة أرضية في بوخارست في رومانيا منذ قليل فوق بولغاريا كده جنب سربيا وزي ما انتوا شايفين بيحصل هزات غريبة جدا في هذه المنطقة وأيضا منطقة رومانيا دي اتكلمت عليها في الفترة اللي فاتت وهي من ضمن الأماكن اللي ممكن نشوف فيها هزات هي واليونان هزات أرضية والعياذ بالله ولا أتمنى ذلك زي ما انتوا شايفين كده سوريا والعراق في هزة أرضية في العراق ولكن غير مؤكدة أو تاني بقول غير مؤكدة لو في أهل العراق بيشوفونا دلوقتي يأكدوا لنا هذه المعلومة زلزال أو هزة أرضية في العراق 38 كيلو من منطقة اسمها سنجار زي ما حضراتكم شايفينها كده هقرب الخريطة على سن الناس تشوف كل حاجة وتبقوا شايفين معنا اه يعني ادي سنجار او اه شنغال هي المنطقة اللقصات حضراتكم دي هل بالفعل حصل فيها هزة أرضية زي ما قلت انا مش مش هقول ولا أكد هذا الموضوع إلا لما أهل العراق يكتبوا لي أو ينزل رسميا على كل المواقع بعد كده أقولوا لحضراتكم وياريت لو حد حس بأي زلزال في الدول العربية أو في غير العربية يكتب لي في التعليقات وإحنا متابعين معاكم سانية بسانية وأنا نتمنى إلا الخير للعالم كله بإذن رب العالمين ومن 38 دقيقة هو ده الزلزال اللي لسه هجيبه لحضراتكم بالمصادر زلزال كوي جدا حصل منذ قليل هنروح مع بعض يعني للمصادر ونرجع للخريطة نتكلم عن أهم الدول اللي ممكن تشوف زلازل بناء على الخريطة هنا مجموعة من الزلازل البسيطة اللي موجودة ولكن رقمها كبير 19 هزة أرضية خلال 24 ساعة أنا بأكد أنا بكلم حضراتكم بتاريخ 20 مارس أو 23 2023 والساعة دلوقتي 8.5 بتوقيت مصر علشان الناس اللي متابعة معانا وعرفة إيه اللي احنا بنقوله لكن يعني أيضا من حوالي قبل الـ 24 ساعة دول يعني من 48 ساعة كان في 29 هزة أرضية في سوريا لكن ديها الزات جديدة وأنا بأكد ديها الزات جديدة وأهل سوريا يريتي أكدونا هي مش كبيرة ما بين من 1.5 لـ 3.9 درجة على مكياس ريختر يعني ما قربتش من 4 ريختر حاجات بسيطة والعمق بتاعها يعني وصل لحد 36 كيلو مش كبير ومش قليل يعني برضو ممكن يكون فيه ناس حسد بيهم هذه الزلازل والتاريخ قصاد حضراتكم واليوم الاثنين محطات الشبكة الوطنية رصدت 4 هزات في اسكندرون وكل ذا اللي حصل المبارح حصل النهاردة و3 هزات في البحر المتوسط وهزة على الحدود السورية التركية يعني و7 في تركيا فبنحاول دائما وأبدا على مدار الـ 24 ساعة نجيب لحضراتكم هذه الأشياء زي ما الناس شايفة هادي يا جماعة الأماكن علشان بس والتاريخ هادي اليوم هادي يوم الاثنين علشان الناس تتأكد ان احنا ما بنعدش الأشياء ممكن يكون هي اللي بتتكرر لكن احنا ما بنعدهاش هادي 3 هزات في البحر المتوسط وهزة على الحدود السورية التركية و7 في تركيا هزات في إدلب وشمال سوريا وجنوب غرب إدلب أيضا أشياء واللزقية فحاجات بتحصل كده غريبة نسأل رب العالمين الرحمة لأهل سوريا الرحمة يا رب العالمين رحمتك يا رب العالمين علشان اللي احنا بنشوفه في هذه الأيام من هزات أرضية كبيرة وكثيرة يعني أهل سوريا تعبوا والرعب والزعر وهذا الزلزال بيصير القلق والرعب لأهل سوريا وللعالم كله خلاص كل الناس بايتعرفة ان سوريا فيها كله متابع سوريا فيها هزات أرضية وأشياء من هذا القبيل فأي حد بيجي عنده هزة أرضية بينزل ويسيب البيت لكن انا بقول لحضراتكم حتى هذه اللحظة لا داعي لتكبير وتضخيم الأمور احنا بنحاول دائما نجيب الحاجة بمصادرها وأدي مصدر الخبر اللي معانا عشان الناس تبقى شايفة الناس تبقى عارفة ايه اللي بيحصل كمان او احنا مش بنجيب حاجة من عندنا لكن في هذه القناة بنستغل لكل من يشاهد قناة مساء الأخبار في الدعاء ثم الدعاء مشاهدتك على عيننا وعلى رأسنا وبنقدر كل أخ واختي معانا لكن أهم من هذه المشاهدة الدعاء ثم الدعاء لأهل سوريا وللعالم أجمع بإذن رب العالمين يلا نشوف بقية الموضوعات المهمة ولسه احنا في يوم الاتنين اللي احنا فيه ده وادي اهو التاريخ قصاد حضراتكم زلزال جديد بقوة 4.3 بيسير الفزع في تركيا زلزال جديد بقوة 3.4 بيضرب كهرمان مرعش ويسير الفزع في تركيا وطبعا زي ما قلت كهرمان مرعش خلت الكل يرعش في الفترة اللي فاتت مش بس في تركيا العالم كله بقى يرعش من ساعتها من ساعة البقرة بتاع الكهرمان مرعش واحنا كلنا بنترعش واعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ قفات في تركيا اليوم الاثنين أن زلزال بقوة 4.3 على مكياس ريختر ضرب كهرمان مرعش قال تركيا مع أثار الكلج بأن سكان هذه المناطق خوفا من سيناريو الزلزال المرعب كل الناس خايفة كل الناس ما قلقانة لكن نسأل الله الرحمة من رب العالمين وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلو متر وده اللي أنا بتكلم عليه العمق هنا مش كبير العمق هنا قريب جدا العمق هنا بيخلينا يعني فعلا يسير الرعب مركزه كضاء كيلوزور ده وفقا لوكالة أنباء الأناضول طبعا هيعيدوا نفس الكلام من يوم 6 فبراير وإحنا في قلق وإحنا في كلام زي كده ولكن فعلا في حالة من الرعب والزعر في تركيا في هذه المنطقة أنا لحد دلوقتي مش عارف إذا كان فيها بشر عايشين هناك ولا سابوا هذه المنطقة بالكامل أنا لحد دلوقتي حد يجاوبني على هذا السؤال لو حد بيشوفني لحد هذه اللحظة من كل أهل تركيا أو أخواتنا في سوريا أو الناس اللي ليهم حد هناك هل لسه في حد في كهرمان مرعش دي أنا مش عارف يعني أنا عارف إن في بعض الأجهزة هي اللي بترصد الهزات الأرضية ولكن أنا عندي سؤال في ناس عايشة في كهرمان مرعش لحد دلوقتي يعني أنا شفت النبأ بتاع البنت موجود عند حضراتكم الفيديو أنا عامله بنت حلمت حلم وقامت مفزوعة ونطت من الشباك وماتت من البلكونة ولكن يعني هواجس ودي عايشة في هذه المنطقة اللي حصل فيها البقرة بتاعت هذا الزلزال زي ما قلت لحضراتكم زلازل ضربت سوريا 29 زلزال ده خلال 48 ساعة ومنهم 19 واحد كان من خلال 24 ساعة اللي فاتوا ففيها الزات أرضية بتسجل في المناطق اللي احنا تكلمنا عليها إذا كان في سوريا أو في تركيا وبعض الدول العربية لكن احنا متابعين مع حضراتكم أيضا العراق هنرجع للخريطة لأن الخريطة بتقول إن فيه هزة أرضية لأهل العراق في المنطقة اسمها سنغال ولا سنجال أنا عايز أهل العراق يجاوبوني إذا كان فيه حد حس من أهل العراق أو لبنان أو فلسطين حد حس بهزة أرضية يكتب لنا في التعليقات هنرجع للخريطة مع حضراتكم وأنا وهزة كبيرة ده منذ دقائق في هذه المنطقة بالتحديد في تركيا طبعا تركيا مليئة ومش هنرجع نتكلم تاني ولكن نسأل رب العالمين الرحمة لأهل تركيا ولكل الشعوب العربية وقادي كمان الهزة بتهت العراق ومستني أهل العراق يرد علي الحمد لله وبفضل الله لأهل المغرب ما فيش أي شيء وكان فيه بعض الهزات اللي فوقيها لكن بنشكر رب العالمين طبعا ما فيش أي شيء حتى هذه اللحظة الموقع بيعمل update أو refresh أو بيحدس المعلومات علشان خاطر إحنا دائما وأبدا نكون عند حس نظن حضراتكم أيضا يعني هنتكلم عن الجزائر ما فيش أي شيء دولة تونس الحبيبة الحمد لله رب العالمين ما فيش أي شيء طرابلس إخواتنا وأحبابنا في ليبيا لا يجب بها أي شيء بلدي طبعا مصر بخير الحمد لله ما فيش أي شيء حتى الآن بكلم حضراتكم يوم 23 23 23 أو 20 مارس 23 وفلسطين الحبيبة ما فيش أي شيء لا يجب بها أي شيء لبنان ما فيش أي شيء سوريا بعض الهزات اللي أنا اتكلمت عليها العراق بعض الهزات اللي غير مؤكدة ويا ريت الناس تأكدلي عبما ما ينزل أي مصدر الأردن ما فيش أي شيء بفضل الله الكويت يعني فيه ناس كتير كتبتلي بتقول لي كلمنا عن الكويت حتى هذه اللحظة ما فيش أي شيء لأهل الكويت البحرين وكتر ودبي ما فيش أي شيء ولا مسقط عمان سلطانة عمان واليمن بوجه اتحال كل الدول اللي احنا بنتكلم عليها المملكة العربية السعودية ما فيش أي شيء جدة المدينة المنورة لا يوجد بها أي شيء متهالي كده لفنا لف على الدول العربية كلها وامتابعين معاكم لحظة بلحظة وأي شيء بيحصل خلال 24 ساعة قناة مساء الأخبار معاكم شيروا الفيديوهات دوسوا لايك للفيديو عايزين نوصل لكل البيوت العربية تتجمع معنا في الدعاء والاستغفار وأدي هزات أرضية قوية ده منذ 23 دقيقة في الفلبين طبعا انا اتكلمت عن اسيا مش هافل الخريطة لانها مليئة بالهزات الأرضية ربنا يبعد عننا وعنكم قولوا امين ما تنسوناش في الدعاء والاستغفار وأدي اللي اتكلمت في الولايات المتحدة الأمريكية هزة بسيطة ولكن لما ينزل اي نبأ عنهم مؤكد هنتكلم عليها المسير للجدل والكلام المنطقة بتاعت أمريكا الجنوبية بدأت الهزات الأرضية تنتشر فيها بشكل كبير بشكركم جدا ما تنسوناش في الدعاء والاستغفار وتكتبوا دعاء يعني يستفاد منه الجميع شكرا لكم شيروا الفيديوهات دوسوا لايك اشتركوا في القناة لو انتم نسيتوا وفعلوا جرس تنبيات أسيبكم على خير دايما وشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته